فإيران تدعم جبهة البولوساريو بأساليب تشكل خطرا على المغرب لكن رأينا ذلك أيضا في العراق وفاغنستان وفي غزة وفي أماكن أخرى أنا أجزم بكل تأكيد أن المسؤولين المغاربة لديهم ما يكفي من الأسباب جعلتهم يصلون إلى هذه النتيجة أنا أفهم قصدك جيدا إننا غالبا ما نتكلم عن السياسة الخارجية الإيرانية من الزوية الطائفية فقط لكن أنا أعلم أنه من المهم أن نضع في ذهننا أن إيران على خلاف مع بعض الفرق والقيادات الشعية في العراق وكما ذكرت أنت إيران حريص للغاية على تطوير علاقات مع بعض العناصر السنية الفاعلة في المنطقة مثل حماس وحماس خير مثال على ذلك المغرب رغم بعده عن إيران جغرافيا ووقوعه في أقصى الغرب العربي لكن وكما ذكرنا في بداية هذه المناقشة المغرب يتأثر بهذا التوتر بين إيران والدول العربية وهذا الشعور مؤكد أنه سيتوصل في المغرب في مقبل الأيام ترجمة نانسي قنع